السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الهان بوزان انتشرت بالفترة الأخيرة لافتات أعلانية بالشوارع ومحطات القطار من قبل وزارة الداخلية الألمانية لتشجيع اللاجئين من كل الجنسيات على العودة الطوعية لأوطانهم لمعرفة تفاصيل الخبر كاملة تابعوا الفيديو للنهاية وزارة الداخلية الألمانية عم بتروج لبرنامج جديد تحت مسمى شتات هيلف بلوس لتشجيع اللاجئين على العودة الطوعية لأوطانهم والعرض يتضمن دعم مالي لتأمين نفقات السكن في البلد الأصل حتى 12 شهر وهذا العرض قائم حتى نهاية السنة حتى نهاية العام 2018 رح أرى لكم بالضبط شو مكتوب على البلاكات على اللافتات الأعلانية الصادرة من وزارة الداخلية الألمانية والمنتشرة بالشوارع عندي بالأعلى هون مكتوب بالعنوان فغايفيليجي غوكيا يعني العودة الطوعية وعندي هون كمان على يمين الأعلان مكتوب داينلاند داينت سو كونفت يتست يعني وطنك مستقبلك الآن وعندي هون كمان على اليسار بالخط الناعم مكتوب يعني الآن حتى 31-12-2018 وحتى 12 شهر تأمين المصاريف الإضافية أو النفقات الإضافية للسكن في البلد الأصل إذن هذا هو العرض المقدم من وزارة الداخلية الألمانية ومثل ما لكم ملاحظين هون بالمنتصف كمان فيه شريط محطوط عليه أعلام الدول مثل ما لكم ملاحظين عندي هون علم روسيا، علم العراق، علم الهند، علم لبنان، علم تركيا، علم نيجيريا، علم الجزائر، علم المغرب، علم إيران والعديد من الدول الأخرى لكن الغريب بالموضوع أنه علم سوريا مو موجود بين هالإعلام ممكن تكون صدفة كمان ما بعرف أو إذا لكم وجهة نظر تانية هاي الأعلانات أسارت موجة انتقادات واسعة جدا عند اللاجئين وعند الألمان أيضا وطالبوا بضرورة إزالة هاي الأعلانات فورا وكمان باستقالة السيد زي هوفا وزير الداخلية الألماني طبعا الألمان انتقدوا هاي الأعلانات من مبدأ أن شو هالإعلان اللي عب بيروج لمستقبل غير آمن للاجئين من خلال إغراءهم بالمال وأن يلا لحقوا حالكم فيه تنزيلات وقبل ما يخلص العرض فهذا الشي عبيعطي صورة أن اللاجئين غير مرحب فيهم هون بألمانيا وكمان بنفس الوقت عبيدعم أفكار اليمينيين للأسف الطريقة المكتوب فيها الأعلان سيئة وسلبية جدا وخاصة أن هي الأعلانات صادرة من قبل وزارة الداخلية الألمانية يلي هي جهة حكومية رسمية وهذا شي بلا شك له تأثير على عملية اندماج اللاجئين فبدل تقديم الدعم النفسي للاجئ أو الاستقرار النفسي للاجئ وكمان تقديم الدعم الحقيقي والمشورة والنصيحة لاتخاذ القرار المناسب بالعودة الطوعية وعدم المجازفة بالعودة لمستقبل مجهول غير آمن لكن من وجهة نظر أخرى كمان أن هي الأعلانات بالحقيقة غير موجهة للاجئين بل موجهة لبعض فئات الشعب الألماني يلي هن المنزعجين من وجود اللاجئين في ألمانيا وبالتالي الدولة عبتحاول من خلال هي الأعلانات أنه تفرج بعض فئات الشعب الألماني أنه شوفوا نحن الدولة مالنا قاعدين وعم نحاول أنه نرجع اللاجئين لبلدانهم لحتى يكسبوا رضا هاي الفئة من الشعب الألماني وكمان يكسبوا أصواتهم الانتخابية فشو رأيكم بهالنوعية من برامج العودة الطوعية وشو رأيكم كمان بالصيغة المكتوبة فيها هاي الأعلانات شاركوا معي أراكم بصندوق التعليقات أسفل الفيديو كان معكم إلهان بوزان من قناة سواني ألمانية مع إلهان تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء في فيديو قادم اشتركوا في القناة